جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين قام مساعد المدير العام للتعليم بجدة لشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق بجولة في مركز التدريب التربوي بتعليم جدة للوقوف على الاستعدادات وتجهيزات المنصات التعليمية والبرامج التدريبية المقدمة لقيادة المدارس والمعلمين والمعلمات التدريب الذي ينطلق اليوم في تعليم جدة بإدارة احترافية من الزملاء في إدارة التدريب والابتعاث ونحن اليوم ندشن البرامج التدريبية في مركز التدريب والذي رأينا من خلال الزيارة الميدانية الجهد الضخم والكبير وعدد من البرامج الآن في هذا الوقت الذي نتحدث به يستفيد المعلمون وقادة المدارس من البرامج برامج تستمر إلى 72 برنامج وتخدم أكثر من 17 ألف معلم وقرابة 1500 قائد مدرسة ويماثلها أيضا التدريب التربوي للبنات تستفيد منه أكثر من 1500 قائدة مدرسة وأكثر من 18 إلى 20 ألف معلمة واستمع آل عاتق خلال جولته في مرافق المراكز إلى نبدة عن البرامج التدريبية المقدمة العمل على مستوى المملكة نتكلم عن قرابة 6 ملايين طالب وطالبة أكثر من نصف مليون معلم أكثر من 24 ألف مدرسة هذا العمل يتحول إلى عالم رقمي إلى افتراضي ولعل هذه التجربة إن شاء الله تعالى تنعكس لاحكا ليكون التعلم عن بعد خيارا أساسيا وليس خيارا بديلا ننجح من خلاله بأدوات المعلمين والقادة وما يتدرب عليهم تلكون مهرة كما استعرض مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة الأستاذ خالد انفيسة بعض الخطط والبرامج المقدمة هذه البرامج مخصصة في الأسابيع القادمة لقادة المدارس ومن ثم المعلمين على برنامج منصة مدرستي ليقوموا بدورهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية جدا ضمن التعليمات والإجراءات والأنظمة التي أقرتها وزارة التعليم وفي ختام الجولة قدم مساعد المدير العام الشكر والتقدير لمنسوبي مركز التدريب متمنيا لهم التوفيق والسداد لقناة المجد الفضائية محمد بن نسيلة جدة وَقَطْفٌ قَدَّنَ ثَمَرًا ترى ما فينا واحدة حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا